جمهورية الصين الشعبية تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية إذا يصل حجم ناتجها المحلي الإجمالي إلى قرابة العشرة تريليون دولار لكن محرك الصادرات الصينية الهائلة تصدع للسنة الثانية على التوالي بسبب قلة الطاب العالمي وفقاً للأحصائيات الرسمية لليوم الجمعة انخفضت صادرات الصين مقارنة بالعام 2015 بنسبة 7.7% في العام المنصرم كما انخفضت الواردات بنسبة 5.5% هوانغ سونغ بينغ المتحدث العام باسم إدارة الجمارك الصينية صرح الجمعة نأمل أن تتعاون الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تطوير القطاعين الاقتصادي والتجاري ستعري الصين اهتماماً كبيراً للسياسة التجارية الخارجية خصوصاً بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية إذا صدق ترامب فيما يخص زيادة التعريفة الجمهورية على وردة السلع الصينية من المتوقع أن تواجه الصين أزمة اقتصادية كما أن الخوف من زيادة التوترات بين البلدين من الممكن أن يؤثر على ثقة المصدرين والمستثمرين ترجمة نانسي قنقر